اوقد اجتماع مرئي لكبار المسؤولين بحوار التعاون الاسيوي برئاسة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والذي يهدف للانتهام من جميع المواضيع والوثائق التي هي قيد الدراسة تمهيدا للاجتماع الوزاري الثامن عشر واشار الوكيل لرئاسة مملكة البحرين الدورة الحالية لحوار التعاون الاسيوي خلال الفترة من 2021 إلى 2022 تحت المحور الرئيس التعافي المستدامة بعد الجائحة مؤكدا التزام المملكة بأهداف الحوار ومبادئه القائمة على أسس بناء نقاط القوة والإمكانات المتنوعة في آسيا حيث أن المملكة عضو مؤسس للحوار منذ بداية نشأته وأهدف المنتدى لتعزيز الترابط بين الدول الأسيوية في العديد من المجالات لسيما في مجال الغذاء والأمن المائي والطاقة والاتصال والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتعليم وتنمية الموارد البشرية وتعزيز النهج في التنمية الشاملة والمستدامة والثقافة والسياحة وذلك من خلال فرص التعاون المشتركة وأهمها توسيع القطاع التجاري والأسواق المالية لتقوية التعاون بين دول أسيا لتعزيز القدرة التنفسية الاقتصادية الأسيوية في السوق الاقتصادي العالمي ترجمة نانسي قنقر